ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن منظمات المستوطنين الإرهابية تنظر إلى الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة باعتبارها فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الدفة الغربية وأوضح تقرير أن هؤلاء المستوطنين يستخدمون العنف بمساعدة من جيش الاحتلال لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة جيم والتي تخضع لسيطرة الاحتلال فيقومون باقتحام القرى البدوية والرعوية في الضفة ويهددون الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستلاء على أراضيهم